السلام عليكم يعطيكم العافية بكرة ان شاء الله علينا امتحان علوم عملت ملخص للمادة الامتحان النهائي بالوحدة الثالثة غير مطلوب القراءة على كتاب الطالب وغير مطلوب كتاب التمرين نهائية ولا اسئلت كتاب التمرين مطلوبة اليوم الاثنين ملخص للامتحان النهائي موجود على شكل نقاط في البداية النقطة الاولى يغطي الصخور والتربة اليابسة سطح الارض يتغير سطح الارض باستمرار مع مرور الزمن ممكن تيجي نقطة صح وخطأ يتغير سطح الارض باستمرار مع مرور الزمن الآن حكينا الصخور هي اكثر تماسكان تعرف بمتماسكة التربة اقل تماسكان وهي مفككة التربة من الموارد الطبيعية التي خلق الله سبحانه وتعالى وهي مهمة للكائن الحي مكونات سطح الارض مهم اليابسة والماء الماء يغطي أكثر شيء من سطح الأرض يغطي الماء معظم سطح الأرض اليابسة تتكون من سخور وتربة حكينا أنه يغطي سطح الأرض سخور وتربة واليابسة هي تتكون من سخور وتربة ما مكونات التربة مهم؟ فتاة صخري وماء وهواء وبقايا كائنات حية من النبات أو الحيوان وهذه الكائنات الحية الميتة تعمل على تقوية التربة الفتاة الصخري هو تفتيت الصخور إلى قطع صغيرة جدا ما سبب تكسير الصخور؟ الماء والرياح وحرارة الشمس أهمية التربة هي مهمة للإنسان الإنسان يعمل على زراعة النبات وتوفر إلى الغذاء للنبات تثبت جذور النبت في الأرض للحيوان ما كان عايش كثير من الحيوانات مثل الأرنب والثعلب والأرض والنمل وغيرها الآن مهم تعريف التجوية ومهم تعريف التعرية بده يفرق بينهم التجوية عملية تفتيت الصخور إلى أجهزاء صغيرة بسبب من؟ الرياح والحرارة والماء وجريان الماء نمو النبتات بين شقوق الصخور التعرية عملية انتقال أصل فتاة الصخري من مكان إلى مكان آخر شو اللي بنقولها؟ الرياح والمياه الجارية مثل الأنهار والسيول هل التعرية والتجوية عمليتان متلازمتان؟ نعم إنهما عمليتان متلازمة من الأمثلة على التعرية والتجوية وادي رام البتراء وادي الموجب وغيرها الشمس عبارة عن نجم مضيب يضيء نفسه بنفسه وهو قريب من سطح الأرض النجم جسم في الفضاء وهو مضيء ويضيء نفسه بنفسه ما سبب رؤية النجوم نقاط في الليل في السماء؟ ليش حسب قربها مدى قربها أو بعدها عن سطح الأرض؟ الأشياء القريبة تبدو كبيرة والأشياء البعيدة تبدو صغيرة الشمس ليست أكبر نجوم الأرض لكن احنا بنشوفها كبيرة ليش بسبب قربها من الأرض؟ هذا منخص المادة النهائية غير مطلوب بعد لكم لا كتاب الطالب ولا كتاب التمرين نكتفي بالحفظ هل هناك سؤال أنه يكتب مثلا مكونات التربة؟ لا بس فيه ممكن يجيضع دائرة أو املأ الفراغ أما أنه املأ الفراغ من الصندوق أما كتابه غيبا غير مطلوب هذا امتحان نهائي للمادة العلوم بالتوفيق للجميع